تضرقت مرسلة CGTN في مقابلة حسرية مع متحدث باسم طاربان سحيل شاهين إلى قضية حقوق المرأة حيث قال شاهين إنهن يتمعتعن بالحرية بالمناطق التي تسيطر عليها طاربان ويمكنهن المشاركة في الحياة الاجتماعية العادية كما أكد على أن المرأة الأفغانية يمكنها اختيار نمط الحجاب الذي يرتدي أو ترتديه بناء على طبيعة عملها كيف ستلعب مرأة دورها في المجتمع؟ لقد أبلقت المرسلين في وقت سابق أن أفغانستان والطالبان في المستقبل ستقطعان لأحكام شريعة إسلامية ومع ذلك في هذه الفترة حرجة هل هناك أي قيود على الدرجة الحورية التي يمكن أن تتمتع بها المرأة؟ يتمتعن بالحرية يعمل الصحفيون في هذا البلد ويقدمون التقارير والمعلمون يعملون والأطباء يعملون والطلاب يدرسون والمدارس والجامعات تعمل بشكل طبيعي كل ما سبق يحدث في المنطقة الخاضعة لسيطرتنا هذه حقائق ولا داعي للقلق وماذا عن أزيائهن؟ هل هن أهرار في اختيار ملابس أو يجب اللف أجدادهن بالكامل؟ بالطبع عندما يذهبن إلى العمل أو السوق مع الحجاب فإنهن يشاركن في الحياة الاجتماعية كما أن هناك العديد من أنواع الحجاب ويمكنهن تحديد الشكل الذي يرتدينه حسب عملهن يمكنهن الاختيار لأنفسهن ترجمة نانسي قنقر